طبعاً ما فيه شكل وتكتل اقتصادي قوي ده بكلام طبعاً بالنسبة للقرى الأفريقية بالإضافة إلى كتلة تصوطية قوية جداً في المحافل الدولية عشان كده بتسعى العديد من الدول العظمة لإقامة علاقات شراكة ما بين هذه الدول وما بين القرى الأفريقية في المقابل احنا عندنا روسيا دولة من الدول العظمة دولة كبيرة دولة لها ثقل في المجتمع الدولي ولكن عليها عقوبات شكل التعاون هيكون عامل ازاي بحيث ان احنا نحق الاستفادة للطرفين للجانب الروسي وأيضاً لها القرى الأفريقية بالإضافة إلى طبيعة العلاقات المصرية الروسية خلال الفترة الماضية ده اللي هيكلمنا عنه الكاتب الصحفي الأساس أكرم الأساس رئيس تحرير اليوم السابع اللي منوارنا يا أساس أكرم أهلاً بحضرتك دايماً مصر لما بتشارك في المحافل الدولية بتكون أجندتها واضحة محضرة المشكلات ومجهزة حتى نقطة على الحروف زي ما بنقول كده ومحددة المشكلات اللي بتعاني منها القرى الأفريقية من خلال رؤيتك لأجندة مصر ومشاركة السيدة الرئيس إيه أبرز ملامح هذه الأجندة وإزاي بالفعل زي ما كنت أتكلم من حق الاستفادة للطرفين القرى الأفريقية والروسية في نفس الوقت طبعاً يعني أنا شوفنا يمكن العالم على مدى الثلاث عقود الأخيرة لكن العشر سنوات الأخيرة بشكل بيشهد تحولات يعني كثيرة جداً فيما يتعلق بالنفوز بالاقتصاد بالتبادل التجاري فيه منافسات فيه صراعات فيه العجازات سياسية وسط هذه التحولات الحقيقة الدولة المصرية على مدى السنوات اللي فاتت كتحريصة على أنها تبني علاقتها على توازنات معينة على أولاً تعاون والشراكة وتوسيع العلاقات بشكل كبير وتنوعها ودي سيمة مصر لكنها واضحة جداً في السنوات الأخيرة العلاقة مع أفريقيا مصر دوائرها الاستراتيجية طول عمرها معروفة الدائرة العربية الدائرة الإسلامية الدائرة الأفريقية ثم الدائرة المتوسطية اللي أحياها الرئيس عبدالتحسيس الحياة بقوة يعني دائرة متوسطية ومصر جسر بين أفريقيا وبين كل الدوائر دي الفكرة أنه الدولة المصرية في علاقتها مع أفريقيا مش بس دائرة أن احنا جزء من أفريقيا ده صحيح احنا جسر من أفريقيا للعالم ده أيضاً صحيح الجزء اللي هو أن احنا التكتلات الإقليمية والتكتلات الدولية بتسمع أكثر أو المجتمع الدولي بيسمع أكثر للتجمعات والقدرة على بناء علاقات جماعية في وسط التكتلات الأقليمية فدائرة مصر الأفريقية الحقيقة مصر قوت علاقتها بأفريقيا سواء في رئاسة مصر للتحاد الأفريقي أو قبلها أو بعدها كانت مصر حريصة على هذا الأمر وعلى ربط ده بدوائر النفوذ ودوائر التأثير في العالم الحديث وبناء عليه إحنا 2019 كانت أول قمة وكانت مصر بترأس الاتحاد الأفريقي وقتها والحيان الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت هذه القمة اللي عقدت فيه روسيا كانت حرص على بناء أنه روسيا لها أفريقيا لها مطالب طبيعي روسيا أو أي دولة أو أي تكتل له مصالح ومطالب يمكن بناء هذه المطالب أو المصالح بناء على علاقات متوازنة أن كل الأطراف تربح وتكون هناك كل دولة لديها مطالب ولديها مصالح بناء عليه أولا مصر تكتلات قمم أفريقيا المختلفة مصر عقدت قمة أفريقيا روسيا أفريقيا أوروبا أفريقيا اليابان أفريقيا الصين أفريقيا الولايات المتحدة في ديسمبر اللي فت في كل هذه القمم كانت الحديث أو الخطاب المصري واضح في هذا القمر هو أن أفريقيا لها حق في التنمية أفريقيا لديها سروات هائلة لكنها تعاني من مشكلات هائلة في البنية الأساسية في الاتصالات في التكنولوجيا في المناخ وسمن المناخ وأظن أنه في افتتاح الكاب 27 كان حريص ويمكن كاب 27 وقبلها كاب 26 كان صوت أفريقيا مسموع فيه أن الدول الصناعية الكبرى هي التي تصنع التأثيرات السلبية للمناخ وبناء عليه من حق الدول أفريقيا دول العالم الثالث المتضررة التي لا تنتج أكتر من 5% من الامبعاثات نقطع سرعات عودات بناء عليه زي ما أنت أشرت في الأول آه في سرعات طبعا موجودة في حرب روسيا أوكرانية مصر موقفها متوازن جدا في هذا الأمر وواضح أنها ما بتتدخلش في شؤون الدول ضد الصراعات بشكل عام بتطرح مبادرات سلام ودعوة يمكن آخرها كان فيه لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس بوتين اللقاء النهاردة أعتقد أنه كان يعني مع الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي بوتين كان في هذا السياق رئيس بوتين طبعا بيسمن العلاقات المصرية وبيشير لي علاقات تجارية وعلاقات اقتصادية ممتدة تقريبا العلاقات المصرية الروسية تمتد لـ 70 سنة أو أكثر الأمر الآخر أن الرئيس برضو تحدث عن أهمية وقف هذه الحرب وأنه حلول السلام الرئيس في الجلسة الافتتاحية لكاب 27 طرح مبادرة أمام العالم وقالده لأنه حتى النهاردة في الكلمات زي رئيس الاتحاد الأفريقي أو بعض الدول الأفريقية اللي بتكلم حتى رئيسة البرازيل السابقة ديمار روسيف بتتكلم على نفس الأمر بمعنى أنه أفريقيا ودول العالم الثالث بتتأزى كثيرا من الصراعات العالمية حيثات هذه الحرب رجاصات صعبة على كل دول العالم لكن دول مختلفة أنه زي ما احنا قلنا مصر بتتحدث أن أفريقيا تجمع مهم لديها سروات لديها مصالح مهمة لديها فرص استثمارية روسيا لديها رغبة في الاستثمار والتعاون مع أفريقيا وده قاله الرئيس بوتين وقال أن لدينا 30 مشروع يمكن أن نقدمهم فيه فيه مشروعات صناعية فيه توطين الصناعة فيه التعاون في مجالات الزراعة واستخدام حتى الطاقة السلمية الطاقة النواية السلمية في الزراعة والتكنولوجيا الحديثة وغيره روسيا لديها تجربة في هذا العام بناء عليه الجزء الرئيسي في هذه القيمة هو جزء اقتصادي وإحنا عارفين أنه فيه تكتلات اقتصادية كل دول العالم سواء التكتلات المختلفة أو الدول الكبرى لديها مصالح اقتصادية وهذه الحرب إن أجلا أو عجلا ستقف وستكون هناك مفاوضات يعني وقف هذا الحرب ليس في يد طرف لأنها ما هيش حرب بين دولتين هي حرب أقرب حرب ساخنة باردة بين معسكرين روسيا بترسها تجاه الغرب ثم المعسكر الغربي وبالتالي مصر زي ما احنا قلنا موقفها متوازن القيمة جزء الاقتصادي والتجاري لكن ده ليس بعيدا عن السياسة يمكن الدول حتى الأفريقية اللي بتتحدث عن أهمية وقف هذا الحرب أهمية امتلاك أفريقيا لحقها في التنمية والتفاوضات الجماعية دائما وده دايما اللي بتشير إلي مصر سواء في مؤتمر الصحة اللي فات أو في البنك الأفريقي كان رئيس عبد الفتاح سيقول إن احنا نقدر أفريقيا تقدر تتفاوض في توطين الصناعة في التكنولوجيا كمان في الأدوية واللقاحات ومواجهة الفقر وامتلاك تكنولوجيا في النظام عالمي عادل فيما تعلق بالديون وغيره ده كان في الولايات المتحدة في غيره لأنه زي قمة زي ما كان مصر موجودة في قمة مصر والدول الأفريقية موجودة في قمة أفريقيا الولايات المتحدة موجودين في قمة أفريقيا روسيا وبالتالي فهناك كلا الاتجاهين وكلا المعسكين وقبل ذلك أفريقيا أوروبا وبالتالي فلا أحد يستطيع أن يقول أن هناك استقطاب بالعكس هناك علاقات أن نحن نريد علاقات متوازنة حق أفريقيا في التنمية حق أفريقيا بيكون في امتلاك التكنولوجيات وأنه مش بس مواد خامل لأنه أفريقيا واجهت مشكلات كثيرة من الاستعمار ومن غيره صحيح وأنها مجرد مواد خامل إما بتباع بأسعار بخسة أو بتباع أو بيتم تهربها زي الدهب زي المعادن زي غيره فإنه من حق أفريقيا أن يبقى فيه قيمة مضافة صناعات صناعات زي الكاكاو صناعات زي الأخشاب صناعات زي الورق صناعات زي حتى التكنولوجيا وامتلاك التكنولوجيا وده ممكن الطاقة الجديدة والمتجددة أفريقيا يمكن أن تكون مخزناً لأوروبا في متعلقة الطاقة الجديدة والمتجددة ونقلها يبقى هي احنا نحتاجين تكنولوجيا النقل وتكنولوجيا التوطيل صحيح ده جزء مهم قوي من اللي كان موجود في القيمة لكن في ظل العقوبات المفروضة على روسيا إزاي روسيا ممكن تنفذ هذه الالتزامات وهذه التعودات بأنه يكون في توسع في التعاون ما بين روسيا ودول القارة الأفريقية بالتأكيد روسيا لديها وجهة نظر أخرى تجاه الغرب ولديها انتقادات والغرب لديها انتقادات وفي عقوبات فردها الغرب روسيا بترى أنها عقوبات ظالمة وبتطال الأفراد ده موجود احنا الصين قدمت مبادرة تعتبر من أهم المبادرات وقالت أنها ضد الاحتلال والغاز وغيره لكنها أيضا ضد العقوبات غير المبررة تجاه الأمر وأن هذه العقوبات بتكون استفزاز لدول أخرى وأهمية أن يكون هناك تدخل لأن عدم وقف الحرب هو رمز لفشل النظام العالمي الموجود والنظام الدولي يمكن دايما وجهة نظر مصر والرئيس على المفتاح السيسي أنه على التجمعات الإقليمية عربيا وإسلاميا وأفريقيا ألا تنتظر المؤسسات والمنظمات الدولية اللي هي عجزة بشكل كبير لأنه لا ننتظر الخارج بالعكس يمكن أن يكون لنا مبادراتنا ذلك دايما الرئيس بيطرح في أفريقيا أنه يتم التوسط في الصراعات الحدودية أو في الصراعات الداخلية وأن المصارات السياسية إن آجلا أو عجلا يتم طرحها وخلينا نقول أنه جزء من مباحثات مصر وروسيا روسيا دولة كبيرة ولها تأثير صحيح في عقوبات بالتأكيد وفي حرب إعلامية وحرب سيبرانية بين كل الأطراف منذ مدة ربما لا تأخذ شكل الحرب البريدة لكن خلينا نقول أنه روسيا بترى أنه الغرب يريد أن ينهي روسيا أو ينتقم منها الغرب بيرد بداه وأنه لأ أنت ده فيه أنت قدمت على الغاز في نفس الأمر بيقول لأ ده الباب الخلف لنا وأنه دخول أوكرانيا ده سياق مختلف ربما هو لا ينتهي وكل طرف بيرى أنه لديه الحق الأكتر وده أنا بقول ليه النظام العالمي لأنه هو هذا الأمر يحتاج إلى نظام العالمي أكثر توازنا وأكثر قدر على التدخل في هذه النزعات وده دايما اللي بتطالب به أفريقيا لأن الدول الأفقر والدول الأضعف التي تدفع سمن أكثر لهذه الصراعات نعكس هذه الحرب بكل تأكيد طيب أنا في حاجة لفتت نظري في هذه القمة هو المنتدى الاقتصادي ذات طبع الإنسان يعتقد دي نقطة غاية في الأهمية في ظن ما شهدته القرى الأفريقية من صعوبات وتحديات واستعمار وخلافه مروراً بالكام سنة اللي فاتوا كورونا وتأثيرها على القرى الأفريقية كان تأثير مضاعف بالنسبة لباقي دول العالم صحيح والأزمة الروسية الأوكرانية وسلاسل الإمداد وأعتقد أنه رئيس الروسي قبل هذه القمة وهذا المؤتمر استبق الموضوع بالحديث عن إيصال شحنات من الحجوب على رغم انسحابهم من هذه الاتفاقية إلا أنه قال أنه مستعد روسيا مستعدة لإيصال شحنات من الحبوب للدول التي لا تستطيع شراءها حتى أو سواء عن طريق الشراء أو بالمنح المجاني وتكلم في الكلام ده النهاردة وقاله صراحة وحدد مجموعة من الدول هل هذا الأمر طمأن الدول القرى الأفريقية اللي هتحصل على هذه الحبوب كم مساعدات في البداية ومن ثم أنه يكون فيه تعاون فيه مجالات أخرى خلال الفترة الجاية هو مش بس المساعدات لأن تفاقية الحبوب يعني وقفها يهدد بوقف أنه منطقة روسيا وأوكرانيا بتحوي الجزء الأكبر من الحبوب والزيوت والسماد وبالتالي فروسيا تحاول أن تصدر طمأنة أنها ليست الفاعل الرئيسي فيما يتعلق بإلغاء تفاقية الحبوب أو حرمان هذه الدول من هي مش فكرة المنح وطبعا روسيا بتقدم منح لأربع دول قمح وبما فيها النقل وغيره لكن هو الأهم أن تتوفر هذه السلع بأمان وأنه سلاسل النقل تكون آمنة وبالتالي فبالتأكيد هذا الصراع ينتج نوع من لعبة عبد الأصابع أنه التهديد بغيره وأنه كل طرف بيرقي على الطرف الآخر أنه المتسبب الرئيسي في هذا الأمر فجزء مهم جدا أنه روسيا بتحاول طبعا أنها ليست السبب الرئيسي وأنها رد فاعل غرب بيتهن روسيا بدا روسيا بتحاول بما تقدمه من ده وأنها لن تضغط في التفاقية الحبوب وأنها بالعكس تكون لها اتفاقيات تفضيلية لدى الدول الأقرب أو التكتلات الأكثر وبالطبيعي حتى العقوبات وغيره مع طبعا تأثيرها مهم وهذا الصراع وهذه الحرب ربما فيها جزء غاوة يعني فيما يتعلق بالبيانات المتبادلة أو غيره لا أحد يستطيع أن يقول بشكل واضح كلا الطرفين بيعلن انتصار وأنه اليد العليا في الحرب لكن هذه الأمور لا تظهر إلا بعد نهاية المطاف وإن أجلا أو أجلا ستكون هناك ميدة مفاوضات يفضل أن تكون هي الأسرع وأن يكون في نظام عالمي يدخل في ده لكن هو كل طرف يحاول أن يطمئن أنه ليس السبب في هذه المشكلة لكن الحقيقة أن هذا الصراع يؤدي بالضرورة إلى انعكاسات سلبية على الدول المختلفة وبالتالي بناء علاقات متوازنة زي مصر أو دول زي أفريقيا أفريقيا زي ما احنا قلنا كانوا مع الولايات المتحدة كانوا مع الغرب أنه احنا المصالح المتبادلة الاستثمارات الدول التي تدفع تنفس تعهدتها أكثر بالتأكيد أي طرف مستثمر سيقيم باستثمارات في أفريقيا سيربح لكن أفريقيا أيضا والدول التي ستحوي هذه الاستثمارات ستربح أيضا والتالف ده وين وين سيتيوشن يعني الطرفين بيكسبوا لكن الأهم هنا هو أنه كل طرف بيحاول أن يقدم أنه الأكثر قدرة على التعاون إذا الغرب أو الدول المختلفة فيه استثمارات خارجية فيه منافسات النهاردة فيه الصين موجودة في أفريقيا فيه روسيا موجودة في أفريقيا فيه اليابان فيه دول كثيرة كل التكتلات النهاردة ويمكن العمل الجماعي الأفريقي والتكتل الأفريقي في الكوميسا في تجمعات اقتصادية مختلفة في السحل والصحراء في غيره أعتقد أنه ده بيد انتباع أنه هذه الدول جزء مهم أنها يتم التعامل معها كجماعات ودي بيبى حقا أكتر وإحنا عارفين أنه ده حتى من الأربعينات والخمسينات ما بعد الاستقلال فكرة عدم الانحياز وأن أنا متقولش في استقطاب أنه طبيعي دول زي مصر من المؤسسين في عدم الانحياز كانت فكرة عدم الانحياز أنه هذه الصراعات أنا لا أريد أن أكون طرف فيها لأي لكي لا أدفع سمن أنا منش مشارك فيه لكني بارفود العنف وبقف على مسافة واحدة من الأفريق بقى فيه توطين لصناعة الأدوية اللقاحات تقدم بشكل احنا شوفنا في كورونا وانت ضربت مسأل بكورونا آه طبعا أفريقيا حرمت كثيرا ربما يكون كان هناك حظ أكثر لأسباب كثيرة أنه اللقاحات وغيره لكن كان فيه تقارير مهمة عن تأخر اللقاحات دول الكبرى كانت تريد أن تقدم اللقاحات لمواطنيها وتأخرت الدول المختلفة وده كان مصار ضغط ومصر قدمت جزء من الجرعات والصين حول التتدخل ودول كثيرة حول التدخل استخدام هذه الأمور الإنسانية لأسباب سياسية وارد لكن إذا أنت بتقدم لي مصلحتي وبتضمنها وبتقدم استثمارات وبتعمل لي قيمة مضافة وبتخلق فرص عمل وتقلل الصراعات بطبيعي جدا أن أنا أكون قابل لهذا الأمر محدش يقدر يرفض التعاون مع التأكيد على أنه أي موقف اقتصادي أو تجاري هو مشروع بالنسبة لأي دولة أنها تراعي مصالحها إذا كان فيه استثمارات أجنبية ستأتي من روسيا استثمارات أو تعاون في الصناعة أو في الزراع زي ما أشار أو في الكهرباء أو في انتصالات أو غيره فوارد جدا أنه إذا يحصل مع أفريقيا في هذه الحالة أفريقيا ستكون مترحبة بذلك الأمر إذا الولايات المتحدة وأوروبا أو أي تكتلات أخرى موجودة أو الصين وموجودة ولديها الرغبة في الاستثمار طبيعي أنه رأس المال له مصالحه صحيح وله غيره لكن في النهاية أنا بشتغل من فعل الطرفية أو بشتغل لمصلحتي أنا الشخصية اللي هي ما يفيدني ويفيد مواطنية وشعبي أنت كلمت في البداية أستاذ أكرم عن نقطة مهمة جدا وهي القمم الأفريقية سواء قمة أفريقية أوروبية أمريكية شفنا قمة أتيكهاد مع توكيو للاستثمار في أبقار الأفريقية التأكيد على الكلام ده مهم جدا أنه الناس اللي بتقول أنه في استقطاب أنه أن احنا بنتجه لروسيا في مواجهة معسكرات أخرى احنا كنا في الولايات المتحدة قمة الولايات المتحدة أفريقيا في ديسمبر الماضي في 22 كان أوروبا وعقدت أكثر من قمة في الصين ثم اليابان ثم التجمعات الإقليمية المختلفة وبالتالي فهي بناء علاقات متوازنة وتنوع هذه العلاقات والقدرة على الدفع نحو مسارات سياسية ربما تكون أفريقيا بجماعيات قادرة على دفع تقديم مبادرات تكون قابلة للتنفيذ صحي طيب جزء آخر من الموضوع الذي نتكلم فيه مع حضرتك وهو العلاقات المصرية الروسية والمراحل اللي مرت بها احنا خلاص هنحتفل بمناسبة مرور 80 عام على تأسيس العلاقات المصرية الروسية لكن هستاذا حضرتك نروح لفاصل وشدينا فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم الأستاذ رئيس تحرير اليوم السابع وكنت قريت من فترة كده مقال في أحد الصحف أو أحد الصحف الروسية بيتكلم عن عبقرية الروس على أرض الفرعنة بيتكلم عن وجود استثمارات روسية في مصر استثمارات كبيرة للغاية كان بيتكلم طبعا عن المنطقة التجارية الموجودة في قناة السويس بيتكلم عن محاطة الضبعة بيتكلم حتى كنت باتكلم أنا في الموضوع ده من شوية الاتفاق اللي تم بين مصر لتوريد عربات السك الحديد من شركة ترانسميشن هولدنج الروسية واللي بالفعل وفق بالتزاماتها وكمان بتدرس خلال الفترة دي أنها تعمل منطقة صناعية لصيانة عرباتها اللي هتكون موجودة في مصر عايزين في البداية كده ناخد لمحة سريع عن طبيعة العلاقات المصرية الروسية والمراحل اللي مرتبية العلاقات المصرية الروسية علاقات فعلا ممتدة تكمل 80 عام في جزء ما قبل الحرب العالمات التانية وأثناءها ثم ما بعد الحرب العالمات التانية والحرب البردة والليبراطورية السوفيتية اللي كانت تكون ثم ما بعد نهاية الحرب البردة والفترة الأخرى وفي فترة السبعينات وغيره فترة القوة الحقيقية كانت في الخمسينيات بعد ثورة 23 يوليو حتى تشكيل عدم الانحياز لم يمنع من أنه يبقى في تعاون احنا فاكرين أنه جزء مهم جدا لعبه للتحاد السوفيتية وكان في قوة وكان قوة عصمة كبيرة لأنه بعد الحرب العالمات التانية حسب بدأت الحرب البردة أوروبا رأت أنه فيه سطار حديدي بينشأ في شرق أوروبا أوروبا ثم مع التحاد السوفيتية والغرب وحصل استقطابات كثيرة وكان التحاد السوفيتية بيساند حركات التحرر في أفريقيا وفي دول مختلفة وعلاقة مع مصر بدأت بشكل قوي جدا في فترة الخمسينيات تأمين قناة السويس ثم السد العالي وده أحد الرموز المهمة جدا للتعاون بين التحاد السوفيتية ومصر وكان الخبراء الروس موجودين يمكن حصل ما قبل بعد 67 ثم فترة قبل خارج 73 كانت نقطة مهمة كمان في دعم الصناعة دعم الصناعة ومصر كانت الحقيقة عندها الصناعات منوعة جدا لأنه شاركوا في الحديد والصلب وشاركوا كانت مصر دايما بتتعاون مع تحس سوفيتية ومع ألمانيا ومع فرنسا وغيره وكان فيه البعثات دايما المصرية بتروح سواء لدول أوروبا شرق أوروبا أو غرب أوروبا وكان فيه تطوير للأفران هنا لألمانيا تدخلوا الموجودين يعني يتم التعاون معاهم وبالتالي بعد 73 يمكن قبل 73 وبعد 73 والرئيس السادات ما قال الأوراق كلها في أيدي الولايات المتحدة وبدل شد وجذب في هذا الأمر لكن مصر كانت حريصة إنها تبقى لها علاقات ممتدة حصل فيها طبعا مشاكل أحيانا بسبب الحرب العربية الإسرائيلية على مدى عقود والولايات المتحدة اللي كان العرب يروي أنها منحزة إلى إسرائيل وغيره حصل تغير في هذا الأمر لكن اللي حصل بشكل كبير ما بعد الحرب الباردة احنا قلنا أنه فترة الخمسينات ستنة زي ما أنت قلت السد العالي الكهرباء الصناع الحديد والصلب الصناعات السقيلة كانت شرق أوروبا كانتها جزء كبير جدا من التبادل الصناعي الصناعي في هذا الأمر في جزء مهم جدا في هذه المرحلة حتى ما بعد حرب تلاتة وسبعين كان في حاجة اسمها الصفقات المتكافئة كان مصر بتاخد ممكن أسلحة أو صناعات أو مصانع وبتصدر احنا كنا منصدر بعض السلع الغذائية زي البطاطس والبصل وغيره والعطور والكلام ده والجلود للاتحاد السوفيتي وكانت هذه الصفقات بتتم بدون تبادل عملات بخصومات مختلفة في كلا الدولتين ودي كانت نوع مهم جدا من التعاون في هذا الأمر مرحلة الحرب الباردة الحقيقة التحاد السوفيتي تعرض تفكك وحصل حتى روسيا الاتحادية نفسها في فترة ما بعد جورباتشوف اللي هو عمل المصارحة والجلاس نوسيت وغيره والتحاد السوفيتي نهار تحت تأثير هذا الأمر بتدخلات غربية وبدأت الدعاية الغربية نجحت بدرجة كبيرة يمكنك حتى فلاسفة كبار زي دوبرييه وغيره والفرنسي كان بيقول انه الولايات المتحدة الغرب اسقطوا التحاد السوفيتي بالدعاية بالغيره فطبعا بعد سقوط سور برلين تسعة وتمانين وفي هذه المرحلة كان بوتين ما يزال في ألمانيا الشرقية في خدمته ثم تطورت الأمور ويلتسن كاد أن يسقط الاتحاد الروسي نفسه يتفكك جربة تشوف استقال بناء على ده مهم صعد رئيس وزراء ثم رئيس في هذه المرحلة في مرحلة اللي التحاد السوفيتي أو روسيا تعرضت لتراجع شوية وترى انه الغرب تآمر بشكل كبير وانه كانت هذه الدعاية ليست للديمقراطية وغيره ولكنها انتقاما من التحاد السوفيتي اللي هو قوى نووية وغيره وكان توازن القوى النووية يصنع درجة ما من التوازن وانه زي ما احنا قلنا مصر كتأسست مع يغوزلافيا والهند عدم الانحياز الحقيقة انه المرحلة الاخيرة السنوات الاخيرة كانت العلاقة نمت بشكل كبير مصر بتوسع علاقاتها الخارجية واحنا عارفين انها واجهت بعد 25 يناير وفي فترة حكم الاخوان وغيره تراجع في السياسة الخارجية وارتباك شديد وشوفنا صدمات مع اطراف مختلفة عربية يعني حتى الدوائر الطبيعية كان بيتم التخبيط فيها بشكل وعاوزين نودي ناس تروح تتطوع في سوريا وشوفنا احنا التفكه كل حاصل فتم بناء العلاقات المتوازنة جدا مع كل القوة الروسيا بتحاول حاولت في فترة بوتين بناء اقتصادها بشكل مختلف محاولة استعادة تأثير الجمهوريات الروسية او الدولة الروسية في مواجهة الغرب وحنا عارفين حتى فيه خلافات ثقافية وخلافات اقلقية الروسيا بترى نفسها دولة عريقة وانه الغرب بيسعى لنعمد التفكه دي صراعات ثقافة موجودة وانه الامة الروسية في مواجهة المحاولات التفكيك الغربية مصر بتبني علاقتها هنا علاقات اقتصادية صحيح مصر سواء مع روسيا او مع الغرب او مع الولايات المتحدة او مع الصين او مع اليابان مع كفت فيه تعاون واسع جدا في زيارات لكل هذه الدول وعلاقات متنوعة جدا بناها الرئيس عبد الفتاح السيسي والسياسة الخارجية المصرية بتوازن وتنوع كبير واعتقد ان مصر كان لها دور بعضه ظاهر وبعضه فاعل فيما يتعلق بالصراعات الاقليمية القائمة وتراجع يعني الارهاب المهوزن في مصر كان بدأ يتراجع في كل المنطقة في سوريا في العراق في غيره وكان محاولة انه يتم نشر ده فبعد انتصار مصر على الارهاب وبعد بناء تجربة اقتصادية واسلح اقتصادي وغيره كان فيه تشابه هنا ويمكن كان زيارة الرئيس بوتين لمصر زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي لروسيا الحديث عن تعاون تجاري وتعاون اقتصادي وتعاون صناعي اللي هو التنوع فيما يتعلق بالسلاح فيما يتعلق بالصناع فيما يتعلق بالامن فيما يتعلق بالاقتصاد والتجارة في ظل يعني ده حدث قبل ده جات طبعا كورونا وتأثيراتها احنا مصر مع الصين بتبني علاقات جيدة جدا مع اليابان لها علاقات جيدة مع روسيا مع الولايات المتحدة مع افريقيا مع اوروبا وبناء اللي احنا قلنا عليه التفاوض الجماعي والمصالح ان انا عندي سروات وعندي حقوق في التنمية واننا عند استعداد ان انت تاخد استطمارات مقابل ده فالعلاقة مع روسيا اولا كان فيه تعاون حتى في بعض القضاة الدولية وفي غيره مصر سياستها فيما تعلق سبتة لا تتدخل في الدول لا تشجع اي نوع من الصراعات ولا العدوان ولا الغزو ولا غيره مع الحلول السياسية روسيا ترى ان مصر دولة مستقلة لديها قرارها بتوقيم علاقات متوازنة في كافة الاطراف لها كلمة واحدة في الضبعة في المنطقة الاقتصادية المنطقة الاقتصادية في قناة السويس وفيه مشروع روسي صناعي في افريقيا النهاردة فيه وعود من روسيا كل هذا التوسع بيؤكد ان العلاقات سياسية هتلقي بظلالها على الاوضاع الاقتصادية بالتأكيد لكن بناء علاقات متوازنة وتوسيع هذه العلاقات مع القدرة على موجة نظر واضحة يكون مؤكد كل الشكر لحضرتك وستاذ أكرم الأصاص رئيس تحرير اليوم السابع شكرا جزيلا لك شكرا